شبح الاختراقات الإلكترونية يقترب من أكثر المواقع حساسية وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي وجهها تحذيرا سريا إلى الشركات الأمريكية من حملة تسلل إلكتروني تسادف القطاعات النووية وقطاعات الطاقة والتصنيع تقرير يشمل تحليلا مشتركا ويكشف أن المتسللين استخدم رسائل تصدير إلكترونية مشبوهة للحصول على بيانات الاعتماد حتى يتمكنوا من الوصول إلى شبكات أهدافهم وقد نجحوا بالفعل في المساس بشبكات محددة من دون ذكر أسماء الضحايا التخوف الإلكتروني سبق أن أرعب روسيا ودولا أوروبية وبلغ مداه في كوريا الجنوبية ومن خلال هجمات إلكترونية شرسة عرفتها كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا يعتقد أنها تمت بواسطة فيروس الابتساز المعروف باسم بيتيا وأدت إلى خروج حواسيب من الخدمة شركة متخصصة في الكشف المبكر عن تهديدات السايبر قالت أن البرنامج الخبيث يتسلل إلى أجهزة الحاسب الألي ويقف عمله حتى يدفع المستخدمون مبلغا ماليا يقارب 300 دولار مشيرة إلى أن الهجمة انتشرت على شكلة فيروس ونكراي شبكات إلكترونية لشركات نفط في روسيا إضافة إلى مؤسسات وشركات ومصارف في أوكرانيا تعرضت لهجمات الإلكترونية وقد عملت جميعها للتغلب عليها ودفى أكبر أضرارها عسى أن يتوصل العالم إلى حماية أكبر لعالم بات يختزل كل مقومات الدول وبات أعداؤه أقرب إليه من حراسه